تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في رفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض جاء مركز مشروع الجيونيوم الوطني كأحد المكتسبات التي حققتها البحرين لتعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير أدوية فعالة لعلاجها ما يساعد على توفير حياة صحية ووقاية من الأمراض للأجيال الحالية والقادمة عندنا مشروعنا بنطلقه السنة اللي هو مشروع الجيونيوم انتم مثل ما انتم عارفين اليوم الأدوية مو بس يعني مثل ما يقولون يصنعونها لمحاربة مرضا ما في المستقبل بيصنعون الأدوية لعلاج فرد وكلنا نختلف في طريقة تركيبة الدياني اللي في أجسامنا فودنا نطلق مشروع الجيونيوم سميناه ونبي خمسين ألف عيناه خلال الخمس سنوات الغادمة على أساس تكون عندنا نوع من المحفظة للمعلومات والمؤشرات أو خرائط للدياني على أساس أن نحن نقدر نخطط أفضل ونساعد مواطنين المملكة أنهم يكونون في أحسن حال في الملطق الحكومي عام 2019 كشف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء النقابة عن مركز مشروع الجينوم الوطني فأصبح اليوم أحد المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين في سبيل تطوير الخدمات الصحية في المملكة ولدت فكرة إنشاء مركز متخصص لتحليل الجينات من منطلق حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض وبصفة خاصة الأمراض الوراثية والمستعصية والفتاكة وأخذا بأحدث الأساليب العلمية المبتكرة حيث قطع المركز منذ تتشينه عام 2019 أشواط كبيرة في تحقيق التطلعات الوطنية للوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير أدوية فعالة لعلاجها مما يساعد على توفير حياة صحية ووقاية من الأمراض للأجيال الحالية والقادمة ويهدف هذا المشروع الوطني الطموح إلى جمع خمسين ألف عينة خلال خمس سنوات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية والتي تشكل مرجعا ثريا وركيزة أساسية يعتمد عليها الباحثون والعلماء في دراسة المتغيرات الجينية والهيكلة السكانية والتنبؤ بالأمراض والجائحات والمساهمة في ابتكار أدوات تشخيصية وعلاجية فضلا عن توفير قاعدة بيانات للحمض النووي والتي ستسهم في قراءة هذه البيانات وتحليلها بشكل كبير في تحسين تشخيص الأمراض والاكتشاف المبكري لها